احداث موسيفة واخنائة شوارع بعد تتويج الزمالك المستحق بالسوبر المصري بعد 6 ايام من حصوله على السوبر الافريقي ناس كتير شايفة ان اللي عمله عبدالله جمع وشيكاباله غلط وغير اخلاق طب واحدة واحدة كده عبدالله جمع عمل ايه؟ عمل فيديو بيرد من خلاله على توركي الشيخ اللي سخر من الزمالك وقال انه اسهل منافس للترجي والاهلي هل الغلط اني اقلل من نادي تاني؟ ولا اني ارد على اللي قلل مني؟ ثم كان زهاب عبدالله جمع للاحتفال قدام جمهور الاهلي ردا على الشيمته بعد فيديو ادرب يا بدري هل المفروض اتشتم واسكت؟ ولا ارد؟ مين اللي المفروض اني احاسبه؟ الفعل؟ ولا رد الفعل؟ نيجي بقى لشيك ايه رأيك لو عدت 17 سنة اشتمك بامك اللي هي اغلى حد عندك في الدنيا ولما تخلف اشاكك في نسب امنك ليك واشتمراتك واخدف عرضها هتسكت؟ طب لو سكت عتحترم نفسك؟ هتشوف نفسك راجل عندك نخوة وكرمة؟ موضوعا ده جمهور ما نقدرش نسكته؟ لا نقدر نسكته في اختر عسمه كاميرات اقدر اجيب اللي شتم واسجنه واقدر امنع النادي اللي جمهوره بيشتم شتيمة بالشكل ده من الجمهور عدد معين من الماتشاط ولكن هل جاب حد جاب لشيك حقه طول السنين دي؟ يبقى لما انفجر تلوم علي ان انفجرت؟ ولا تلوم علي اللي ما جاب ليش حقه طول السنين دي من اللي شتمني وخاطف عرضي؟ قبل ما تحاسب اللي قام برد الفعل حاسب الفعل نفسه الموضوع مشابه لحد عمل بوست مشين وواحد رد عليه بتعليق مشين لو مسحت التعليق الايهانة اللي في البوست هتفضل موجودة انما لو مسحت البوست نفسه هيختفي التعليق بشكل تنقية موسيقى